بسم الله الرحمن الرحيم من زيارته الأولى في مارس الماضي وهو الأمر الذي نقدره ونعتز به لما يعكسه من اهتمام واضح بدعم وتعزيز علاقات التعاون مع مصر كما أرحب الوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق لسيادته ضيوفا أعزاء على أرض مصر الحقيقة أن العلاقات المصرية العراقية لا تحتاج إلى مزيد من الشرح أو التأكيد فهي علاقات تاريخية ممتدة الجذور السجل التاريخ الحقيقة بداية التفاعل النشط بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعقبة في بلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد يعني بأن 6000 سنة علاقات ما بين بلدينا وامتدت منذ هذا الوقت الحقيقة وتوتدت علاقات الشعبين المصري والعراقي تجمعهما وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك واليوم يأتي الحياة انعقاد اجتماعات الدورة الثانية لللجنة العلية المشتركة في القاهرة بعد أقل من ثلاث أعوام من عقد دورتها الأولى في بغداد تأكيدا على حرص بلدينا على متابعة وتفعيل أليات التعاون في مختلف كل المجالات التي تعود بالنفع على شعبي مصر والعراق والحقيقة أيضا دولة الرئيس أن زيارتكم بتأتي في وقت مهم الحياة تموج المنطقة والعالم بتطورات متلحقة وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وهو الأمر الذي يتطلب مننا جميعا أن نكثف من جهود العمل المشترك وأن نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من أجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من إمكانيات والحقيقة يمكن في هذا السياق اسمح لي دولة رئيس أن أتوجه لدولتكم وللحكومة بخالص تهنئة بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات من عشرين ثلاثة وعشرين إلى عشرين خمسة وعشرين وأشيد بتقديم حكومتكم لهذه الموازنة الثلاثية الطموحة والتي تستند لرؤية إصلاحية لبرنامج حكومتكم الرشيدة وما تتضمنها من خطوات إجرائية وحلول عملية فعلا لموضوع تأخر تنفيذ المشروعات والحقيقة يعني على يقين أن هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاس إيجابي في برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في العراق الشقيق من جانب شركات مصرية في إطار العديد من الآليات المختلفة حتى يعني زي ما كنت قلت لدولة رئيس الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها في مجال التنمية وإعادة الإعمار لبلدنا الثاني العراق وأيضا من خلال شراكات مع شركات عراقية أيضا في هذا الشأن لنقل هذه الخبرات والحقيقة أن الجلسة اليوم في اجتماع اللجنة العليا المشتركة تطرق للعديد من موضوعات التعاون واللي تم التوافق عليها في الاجتماعات التحضيرية الوزرية وما سابقها من اجتماعات على مستوى الخبراء كلها بتتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل مشاركة شركات المصرية في إعادة الإعمار وعملية تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي والإسكان والسياحة والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكلها كانت موضوعات حزينة جميعا برؤيتها وشاهدة توقيع على مذاكرات التفاهم الخاصة بها والحقيقة أيضا نقشنا أوجه التعاون الثلاثي اللي بتربطنا أيضا مصر والعراق مع شقيقتنا المملكة الأردنية الهاشمية وهناك تأكيد بتفعيل هذا الموضوع الحقيقة النهاردة كان شرفنا في بداية اليوم بأننا نكون موجودين في حضرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقة اللي هو أكد على مدى عمق وروابط التاريخية اللي بتربط ما بين مصر والعراق وتأكيد سيادته لدولة الرئيس لوقوف مصر بالكامل قيادة وشعبا في كل الخطوات الكبيرة اللي بتقوم بيها العراق اليوم لضحر الإرهاب والحفاظ على استقرار دولة العراق وتحقيق كل أمال وتطلعات الشعب العراقي الشقيق والحقيقة يمكن يعني في إطار حرصنا وإدراكنا أيضا لدور القطاع الخاص في بلدين فالنهاردة سأشرف أيضا بمعية أخي العزيز دولة الرئيس في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي بحضور مميز لنخبة من رجال الأعمال في البلدين ونتطلع إن شاء الله أن يكون هذا المنتدى بداية لشراكة مشتركة ما بين القطاع الخاص في الدولتين في العديد من مشروعات التنمية ختاما أكرر الترحيب بأخي العزيز دولة المهندس محمد شيع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق وكذا الإخوة الأشقاء أعضاء الوفد المرافق لكم وأتمنى لحضراتكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر دولة الرئيس وأتمنى للعراق الشقيق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار شكرا سيدا شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم الأخ العزيز سيد رئيس مجلس الوزراء المصرية الدكتور مصطفى أجبولي المحترم السيدات السادة الحضور شكرا جزيلا لكم على كل شيء ما وجبناه خلال هذه الأيام من كرم والضيافة وحسن الاستقبال والرغبة الجادة والمخلصة في إنجاح أعمال اللجنة الوزارية وصولا إلى اجتماع اللجنة العليا والتي انتهت بتوقيع مذكرات التفاهم 11 مذكرة وكذلك محضر الاجتماع المشترك هذا المحضر وهذه المذكرات والرؤى والأفكار هي خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة القادمة والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقة بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستثمار الفرص الواعدة في العراق من فرص استثمارية في مختلف القطاعات نعم دولة الرئيس نحن نتكلم عن علاقة تاريخية تمتد إلى حمق التاريخ والحضارة التي يمثلها بلاد الرافدين ووادي النيل وهذا ما يحتم علينا في تعزيز هذه العلاقة وتطويرها في كل المجالات العراق اليوم ولله الحمد يشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي وهو اليوم استعاد دورة الرياضي في المنطقة العراق اليوم جزء أساسي من الحل وليس المشكلة ويطرح مبادرات وحلول وفرص سياسية واقتصادية تعود بالمنفعة على دول المنطقة والعالم وهذا هو دور العراق بالتأكيد علاقتنا الستراتيجية والمحورية مع مصر سوف تعزز هذا الدور وسوف تساهم في استعادة فاعلية هذا المحور المؤثر عربيا وإقليميا ودوليا ولا ننسى التعاون الثلاثي مع الأشقاء في المملكة الأردنية الحاشمية اليوم تكلمنا عن محضر الاجتماع وعن مذكرات التفاهم وقلنا أن هذا أمر مهم وجيد ولكن الأهم التنفيذ تنفيذ هذه الاتفاقات والمذكرات التفاهم والأفكار التي تستجد خلال هذه الفترة هذا هو الذي يجب أن يعظى باهتمام من قبلنا شخصيا إن شاء الله سوف يكون تواصل مع أخي دولة الرئيس وكذلك مع رؤساء اللجنة الوزارية من كل البلدين والوزارات القطاعية وحسب المسؤولية ومذكرات التفاهم اليوم الحكومة تتبنى منهاج إصلاحي اقتصادي وهذا أدى إلى فتح المجال أمام الاستثمار في مختلف القطاعات وبالتالي فإن الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص المصري أن يعقد ويخلق شراكة مع القطاع الخاص العراقي المدعوم من الدولة بكافة المستويات على صعيد القوانين والقرارات والإجراءات التي تسهل من عمل القطاع الخاص العراقي والعربي والأجنبي العراق في كل أسبوع يشهد توافد من المستثمرين والشركات العالمية من شتى الأرجاء بالتأكيد الحكومة حريصة على وجود الشركات المصرية اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا المنجز الخدمي والعمراني الذي يحصل في جمهورية مصر ما تحقق من مشاريع على مستوى البناء التحتية وأنشاء وتنفيذ المدن وخصوصا نحن نتكلم في المدينة الإدارية الجديدة هذا دليل واضح دليل عملي على مستوى إمكانية ومقدرة هذه الشركات وبالتالي فإنها الأولى أن تكون مع شقيقاتها في جانب العراقي للاستثمار والاستفادة من فرص العمل الموجودة بالتأكيد أتفق مع دولة الرئيس أن التحولات والتغيرات والتي تشهدها المنطقة على كافة المستويات السياسية الأمنية الاقتصادية هي عامل إضافي يحتم على العراق ومصر أن يلعبوا الدور المطلوب في تحقيق الاستقرار والقيام بدور محوري يساهم في حفظ مصالح الأمم العربية واستقرار وأمن المنطقة أمن العراق واستقراره هو جزء من أمن مصر والعكس صحيح وبالتالي فإن كل المشاورات والتواصل بين الوزراء والمسؤولين الأمنيين هو مهم ومطلوب في هذه المرحلة لتحقيق هذا الاستقرار نؤكد على موقفنا الداعم لكل مبادرات الأشقاء في مصر تجاه مختلف القضايا في ليبيا ومؤخرا في السودان فضلا عن الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية كل التقدير لكم دولة الرئيس على هذا الاستعداد والرغبة الجادة والمخلصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين بما ينحكس على مستوى الشعب وتطلعاتها التي تأمل أن يكون هذا الحجم من التعاون بشكل عملي وملموس شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا